لم تمر المهلة الزمنية التي تحدث عنها عيان حضر موت للرئاسة والحكومة بشان وضع حدود لحل الإنفلات الأمني في الوادي حتى وصلت اللجنة المشكلة من قبل رئيس الجمهورية برئاسة اللوى أحمد الموساي وكيل وزارة الداخلية وعضوية عدد من القيادات الأمنية والعسكرية لتقصي الحقائق في عمليات الاغتيال أهمها اغتيال مدير أمن مديرية شبام ومرافقه ورفع خطة أمنية لتفعيل أكسام الشرطة للحد من الإنفلات الأمني الإجراءات مستمرة وأن الاختلالات الأمنية سيتم تشخيص كل المعوقات والإشكاليات والمشاكل الموجودة وسيتم رفعها بصورة عاجلة إلى فخامة الأخ الرئيس لكي تتخذ القرارات المناسبة في هذا الجانب على ما يبدو فأن التحدي كبير في ظل استمرار الإنفلات الأمني وعمليات القتل التي كان آخرها مقتل مواطن وسط مدينة سيئون مع تواجد اللجنة الرئاسية في المدينة وهو أمر يتطلب كما يرى مراقبون سرعة معالجة هشاشة الوضع الأمني دون تأخير أو مماطلة إننا يجب أن نتجاوز مرحلة الكلام والوعود نحن اليوم لا نقبل أي كلام أو وعود لا تنفذ لأننا شبعنا ملئنا وعود من كافة الجهات المختلفة سواء كانت المحلية أو الخارجية وبالتالي هذه الوعود التي لم تنفذ خلقت لنا الوضع المعاشي الذي نعيشه الآن ومستمر القضية الآن قضية حضرموت القضية تحت راية الحلف تحت راية المرجعية تحت راية مؤتمر الجامع هذا هو الصوت الحضرمي الذي يقرر الاتجاه والسير نحو تحقيق هذا المطالب المطلب الرئيسي الذي هو مطلب تحقيق الأمن يأمن المواطنون في وادي حضرموت أن تباشر اللجن وعملها بالتحقيق في الجرائم والأحداث التي وقعت وإظهار نتائجها خصوصا إعلان لقاء اللجنة الرئاسية بعدد من المكونات السياسية والقبلية وسرعة وضع حل نهائي للملف الأمني وإشراك أبناء حضرموت بشكل مرضن في إدارة أمن محافظتهم وذلك عبر تجنيد عدد من أبنائها حدد مساعد قناة بلقيس من مدينة سيئون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر